السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته انا مستر محمود هواد اليوم ان شاء الله معدنا مع lesson 3 معنها connect 2 تمام lesson 3 دي story قصة هنشوف مع بعض عندي vocabulary الكلمات الكلمة دي اسمها new أو new اللي تنصح لو حنطة British بريطاني حنطة new لو حنطة American حنطة new فال-E مع ال-W هاته يديني صوت اسمه long U U أو U كلمة دي اسمها come the verb طبعا new adjective صفة عندي come يعني يأتي neighbors اللي هما الجيران كلمة دي plural play the verb يلعب عندي وعندي 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 يساعد كمان ممكن يبقى noun هيبقى معناه المساعدة تعا نشوف هاني اند هنا have new neighbors أو new neighbors عندهم جيران جدد بنقول هنا good morning I am runner good morning I am runner good morning I am runner I am the short form اختصار لي I am والأم the verb to be number two I am I am Ramy الولد دابي قول I am Ramy these are my parents they are the parents the parents the father the mother this is my sister the number three I am Hannah I am Hannah this is my brother here I am introduction introduce someone to someone else أنا بقدم شخصة شخصة تاني هي هنا بتقدم honey بتقول this is my brother honey number two honey and Hannah want to نكتب مع بعض أن فعل want كرستنا معنا بعد إذنكم أولا الأمور الأفاضل بعد إذنكم ساعد الولاد في كتابة الملحوظات المهمة want to اللي هو الفعل في المصدر المصدر هو الفعل بدون إضافات يعني من غير s من غير es من غير ed من غير ing يبقى هاني عند هنا want want أو want اللي تنصح want to play with Ramy and Ronald تمام؟ يا الله بينا number four come and play this afternoon تعالا ولعب الأفترنون ده we can help we can help كان هنا طيب هنا بيقوله come and play this afternoon فحيرد عليه هيقوله I can't أنا مش هقدر ليه I have to خلي بلنا إن have to معناها يجب أن أو يضطر إلى بعدها مصدر الفعل I have to أنا لازم help my parents أساعد الولدي number six بيرد عليه بيقوله we can help احنا نقدر نساعد كان دي واحدة من the models ده model verb اللي هما كان could shall should will would may might must or two أهم حاجة بعرف أن الموديل ده بعدي infinitive verb فعل في المصدر يعني فعل بدون إضافات نكمل القصة هنا البوكابلوري finished finished يعني انتهيت thank you thank you th th ودي بسميها voiceless th th thank you friends أصدقاء هاني هنا helps رامي بيساعد رامي بيقول finished فقال له thank you let's play خلي بالنا in let's دي اختصار let us هيا بنا وبعدها هيجي infinitive verb الفعل في المصدر معلومة مهمة نكتبها number four the families العيلتين are now friends هما دلوقتي بقوا أصدقاء هنا these are my new friends يعني هؤلاء أصدقاء الجدد هاني and هانا with these are my new friends دول أصدقاء الجدد رامي and رانا خلي بالنا هنا نقطة إن أنا لو كلمة family أنا عندي الكلمة دي أخرها y ال y لو قبليه حرف consonant second بحذف ال y وحط ies عشان أخليها plural معلومة مهمة زي كلمة city هخليها جمع cities بحذف ال y وحط ies language هنا بتكلمني عن verb to have هاني عند هنا have new friends has طبعا ده ال verb to have have أو has أو had في الماضي بيقول لي هنا أنا ده بيعبر عن الملكية have i have a car يعني أنا عندي عربية لو عايز make suggestion عايزك أعمل اختراح هقول let's plus infinitive verb let's we عندي let's plus let's help يعني يالله بنا نساعد عشان أعبر طبعا let's بعدها مصدر زي ما اتفادنا المصدر هو الفعل بدون إضافات يعني مستر محمود الفعل بدون إضافات يعني هنا play ولا playing مثلا أنهي واحدة مصدر لا والله أنا عندي فعل إيه فعل play هو ده الإيه هو ده المصدر لأن ال ing هنا ده إضافة to express the necessity عشان أعبر عن necessity الضرورة بستخدم have to أو has to ويجي بعديهم الاتنين مصدر طب إيه اللي بيفرق have to has to has هيجي معها he she it we singular المفرد we have to هيجي معها he آسف هيجي معها الباقي بقى اللي هما we 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 وال معناه يجب عن او يضطر الى يعني انا مضطر ان انا خلي بالك ان دي بسميه في الانجليش يعني صفات ملكية رح نحل التدريبات بتاعتي عندي هنا read and fill in the gaps يعني الفراغات دي and they have with sister who play come and this afternoon come and play تعالوا ونلعب مع بعض الافترنون ده هلو i can't i a to help my parents سيبا i have to انا مضطر او انا لازم اساعد البارنت سيبتعي سيساعد to read and choose the correct answers from answer between brackets عايزك توقف الشاشة وتحل وبعد كده راجع معي حلك ويحطيلي المارك بتاعتك check راجع اجاباتك وحطيلي المارك بتاعتك واسمك في التعليات i have do my homework i have to have to انما تو دي معناها ايضا او جدا let's بعد ديها مصدر انهي في دول مصدر help ولا helps طبعا دي عليها اس فمش هتبقى مصدر المصدر الفعل فادي our mother number three هاني wants ولا says to play with his friends لا هو wants هو عايز want to ازاي ما اتفعنا ونكتب ان نفعل want حيجب عادي to plus infinitive verb فعل في المصدر يلا they have has new friends they هتاخد have new neighbors or new neighbors number five come هنا imperative يا شباب امر او order imperative اللي هو الامر الامر بيبدأ اما بالinfinitive الفعل في المصدر لو امر منفي هيبقى don't plus infinitive verb don't والمصدر يبقى come تعالوا ويلعب معنا with me او ولعب معي let's بعدها مصدر زي ما اتفقنا يبقى let's play مصدر فعل فاضي طب play plays مش مصدر عشان عليه ايه عشان عليه الاس يبقى مش هتنفع قالوا i can't i have to بعدها مصدر في المصدر helps ولا help المصدر help دي مش هتنفع عشان عليها s ودي اضافة my father i هتاخد have ولا has i هتاخد have i هتاخد have مهم جدا مهم جدا ان انا انا اركز معايا الverb to have احفظه كويس جدا عندي have او has ده في present في المضارع و had في past had في الماضي احفظهم يبدأ في present في المضارع وعندك had في post لما يوزع على has he has she has it has و a singular هتبقى has كده واضح كلام جميل جدا يالله بينا نرجع تاني كلمات بتاعتي look on scramble and write اوكي تبقى انا هنا دي ايه ها grand parents كلمة دي هي sister sister كلمة دي family family اللي بينا let's ايه هنا let's play let's بعدين امصدرك فعل اللي هنا let's play عيب هنا بيقول لي look read اقرأ وكمل من الكلمات دي كلمة الاولى هنا parents play grand parents these are my these are my ها لا دول parents صغنانين في السن مش كبر قوي يبقوا parents اللي هم الوالدين father and mother اوكي لو عايز اعمل write sentence اكتب جملة على الجملة اللي قدامي دي ممكن اقول جملة سهلة هم مبسوطين هم مبسوطين هؤل they are happy how they are playing how they are in the park هم في الحضيق مشي هنا اقول ممكن اقول this is الوالد بيقول this is my grand mom grand mom ممكن جملة تانية i have to help انا لازم اساعد i have to help my grand mom read and circle thank you شكرا let's play يلا نلعب هنا هنعمل circle على هنا i have to help rami بيبع رامي هنا واعف نح بساعد look and write هنسمع هنننظر write وهنكتب المسing letters عندي brother brother عندي neighbor n e i g h b neighbor لهم الجران friends n وعندي play اللي هو يلعب اوكي okay يلعب نكمل read and take my father is a teacher مزبوط take this is my brother this is my sister they are playing بيلعب no they are eating هم بيأكل دلوتي اللي بعد look read and choose i want to play ولا help هي البنوت عايزة تلعب number number two they are mothers ولا neighbors لأ دول جران exercise number ten read and match let's play with يلا نلعب مع friends I have to I have to I have to عايز مصدر فعل ده فعل اوكي ده مش فعل مش هقدر اغضو number two هنا اللي بقى لك من الكتابة وطريقة الكتابة and I have to help my parents I have to help my parents وقفل will stop طيب راح مع بعض نكمل listen four ch تنطع sound ch 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 ده الرمز الصوتي بتاعها ch كلمات بتاعتي هي children children beach l-e مع l-a هتيديني long e long e كلمة اللي بعد كده هي chips كلمة اللي بعد كده chicken chicken طبعا letter i sound e فانا بقول chips short i children chicken ماشي يلا بينا نشوف كلمات هنا نقصة ايه هنا chicken هنا beach شاطئ هنا chips short i هنا children جزء الرايتنج هنا بيقول لي خلي بالك ان في حاجة اسمها syllable syllable يعني مقطع يعني ايه مقطع في الانجلش يعني word كلمة part of a word او جزء من كلمة مجموعة حروف لازم contains تحتوي على one vowel sound يعني صوت متحرك او اكتر عندي chips one syllable مقطع واحد انا بنتقها على مرة واحدة beach مقطع واحد beach كلمة children مقطعين children two syllables مقطعين وcheck and chicken مقطعين two syllables طيب كلمة chips one ولا two syllables one syllable حنرقم عدد syllables بتاعتي المقاطع chicken هي two syllables عندي children chill when children to beach على مرة واحدة نطعتها سونج بتاعتي chicken and chips chicken and chips i like to eat chicken and chips children on the beach children on the beach let's all play with the children on the beach اكي جزء كتابة ما ننساش نكتب بين السطرين بتوعي خط جميل يبديد كلمات المطلوبة هكتبها نص صفحة checking يلا chips يلا بينا children children وتعالوا نحلوا activity على exercise for طبعا children نقصه email age واقف الشاشة وحل لوحدك بعدين شغل الشاشة تاني او شغل الفيديو تاني وارجع اعمل check معي عندي beach اوكي chips children يلا نعمل match chicken read and circle chicken موجودة البيت شاطئ او children موجودين هنا وchips موجود هنا choose and write هنا chicken ch اخترنا يلا نكتب chick ck تديك الكح sound chicken عندي beach ch and here and here chips okay read and match it is a beach يبادل beach بتاعي i like eating chips يبادل number two let's eat chicken يبادل number three يلا look unscramble and write نشوف عندي هنا beach long e e مع a ch e chips وهنا chicken يلا نكمل look يعني انظر read اقرأ and complete وكمل عندي chicken عندي chips عندي beach يلا she goes to هي بتروح in the summer بتروح فين في الصيف to the beach كلنا بنروح ال beach طبعا قبل الشهور وقبل الفصول وقبل السنين بحط حرف gare in نكتب المعلومة دي ضروري قبل الفصول winter summer spring fall بحط حرف gare in i like chips chips اللي بينا نكتب كلماتي i ابدأ خط جميل بنصر train want to شرط على سطر الفو i want to eat chicken and chips tips اشي 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 المترجم للقناة أتكلم عن أصدقاء الجدد نفس المترجم للقناة هناك جزء سنبني الجملة قعدة الأولى بعدها مفرد تيجي نبني الجملة دي حقول this is my possessive adjective فحقول mother اوكي طيب هنا حقول this is my grandpa طيب حقول هنا this is my family تمام قاعدة تانية ببساطة these are بعدها اسم جمع يبقى these دي طبعا مراجعة على اليونت كلها مهمة جدا these are my parents كويس قملة التانية these are my friends قملة التالتة these are my uncles اتفقنا انا كده انتهيت من اليونت دي اوكي ده مطلوب حنحله وده طبعا review على اليونت طبعا دي اهم الكلمات المطلوبة في اليونت او دي مرخص اليونت بتاعتي عندي grand pa grand ma brother mother father sky grand parents parents sister sun moon goes down cousins uncle where comes up طبعا دي كلمات بتاعتي دي الgrammar rule بتاعتي كلمنا عن this with these طبعا this بعدها singular with these بعدها جمع وهنا phonics جزء الصوتيات كلمنا عن ch sound ch zay children beach chips chicken تمام احنا جده انتهينا من يونت 1 اشوفكم على خير لو عندوكم اي سؤال بعتولي في التعليقات واشوفكم على خير في درس جديد او في يونت 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة